يا طالب للعلم اسأل عالمة فرياضاتك الماء للبستاني لا بل جزور للعلوم وإنها حجر الأساس لرفعة الأوطان فالجبر والتحليل علم نافع وكذلك الإحصاء ورسم بياني أضحى مقاصا للتقدم إنه سمة العلا في هذه الأزمان أهلا وسهلا بأبناء وبناتي طلاب وطالبات الصف استادس الابتدائي على منصة البست المباشر ومعكم الأستاذ عابير حسني معلمة الرياضيات ومدربة الصفوف العليا ومدربة النظام الجديد أهلا وسهلا في حصة جديدة ومشيقة من مادة الرياضيات النهاردة درسنا هنعتبر إن احنا أنهينا دروس اللي هناخدها في شهر نوفمبر اللي احنا هنمتحل فيها فالنهاردة هنعمل مراجعة شهر نوفمبر رقم واحد النهاردة في مراجعتنا يا أولاد هنتعلم إزاي نحسب حجم المكعب وكمان هنحل تطبيقات متنوعة على التناسب وخواص التناسب وهنحل مساء المتنوعة على الساعة وكمان هنحل مساء المتنوعة على المعدل طيب عندنا السؤال الأول أجب عما يلي مصنع ينتج خمس تلاف علبة عصير في ثمان ساعات احسب معدل الانتاج السؤال الأول جبت قولك عبارة عن معدل عايزين نحسب كلمة ايه؟ معدل والمعدل هو عبارة عن مقارنة بين عددين أو كميتين من مختلفتين كميتين مختلفتين فبالتالي لما أجي أحسب المعدل هكتب كلمة معدل الانتاج واعمل شرطة كسر كبيرة واكتب فوق اللي هي خمس تلاف علبة عصيرة وعايز معدل الانتاج هعمل خمس تلاف علبة هعمل خمس تلاف علبة على ثمان ساعات على ثمان ايه؟ ساعات لما هاجي أقسم هاختصر هجيب العام المشترك الأكبر يبقى أنا هقسم على كام؟ فوق وتحت فيه ناس هتقسم على اتنين فاحنا نقسم بسطا ومقاما على ثمانية يبقى نقسم بسطا ومقاما يا معاذ على ثمانية هنا على ثمانية وهنا على ثمانية خمس تلاف على ثمانية تطلع فيها كام بالقالة الحزبة هتطلع بستمية خمسة وعشرين علبة واكتب جنبيها التمييز بتاعها علبة أهي وبعدين هروح نقول على التمانية على التمانية يبقى فيها ساعة واحدة يبقى واحد ساعة طيب إزاي أكتب المعدل؟ بكتب الجزء الأول اللي هو الحد الأول بكتب 625 أهو طالما المقام باب واحد هقول 625 علبة وأعمل شرطة الكسر بتاعتي كأنها شرطة مائلة كده وأقول له كل ساعة يبقى كل ساعة المصنعة بتاعي بينتج 625 يا عالية 625 علبة في الساعة الواحد يبقى لما يجي حل سؤال المعدل أعرف أنه هو عبارة عن مقارنة وحدتين مقارنة بين وحدتين مختلفتين أو كميتين مختلفتين فبالتالي بكتب الجمز الأول أو التمييز الأول على التمييز الثاني طيب لو حبيت قاعدها تاني أقولها ازاي بقولك لما تيجي تحلها تعمل شرطة كسر وتكتب النوع الأول أو الكيمية الأولى فوق في البص واكتب النوع الثاني تحت فين في المقام على حسب ما يطلب والمهم أن المقام لازم ينتهي بواحد المقام ينتهي بإيه بواحد بفضل اختصر لحد ما طلع لإيه النتيجة طيب أنا عندي دلوقتي المصنعة بينتج 5000 علبة تعصير حطيت 5000 علبة فوق على 8 ساعات تحت يا يارا فهنقسم بسطا ومقاما على 8 في ناس هتتجي تختصر 2 على 2 فوق وتحت وعند تختصر على 4 وفي ناس تختصر على 8 زي ما عملت كده علشان أخلص المسألة في خطوة واحدة طيب لما جاء أسم 5000 على 8 يديك 625 علبة وال8 ساعات على 8 يديك ساعة واحدة لما جاء أكتبها في شكل المعدل ما سيبهاش بقى كده لازم أكتبها في شكل المعدل يعني أشيل شرطة الكاس وعملها شرطة مائلة وأقول لكل يبقى 625 والشرطة المائلة اللي هي 625 علبة لكل ساعة عرفنا إزاي شكل المعدل؟ تمام يلا بقى بينا يا علي على السؤال التين حمام سباحة على شكل متوازن مستطيلات أبعده من الداخل 40 متر و30 متر و81 من 10 متر اوجد ساعته باللترات احنا تعلمنا قوانين لمتوازن مستطيلات السنة دي خدنا حجم متوازن مستطيلات دخلناه في الامتحان اللي فاد بتاع شهر أكتوبر فحجم متوازن مستطيلات هينفعل أن احنا هنشتغل عليه في الفترة دي بتاعت شهر نوفمبر بس بعد ما بنجيبها بنحول الحجم إلى الساعة باللترات عايزة بالإيه باللترات ده بتعالوا نشوف قانون حجم متوازن مستطيلات بيقول إيه؟ برافو عليك يا أيمن بيقولي حجم متوازن مستطيلات ساوي. اهو الحجم يساوي. هحلها بايدي واقول يبقى هضرب الابعاد التلاتة في بعض. واعطيك ابعاده. يبقى هنكتب القانون حاصل ضرب الابعاد الايه? التلاتة. كم في كم في كم? برافو عليك يا معايز. بيقول لك بعين يا عم في تلاتين يا عمر. تمام? في واحد وتمانية من عشرة يا محمد. اهو. انا بكتب اللي موجود قدامي واعطيك ابعاد بالمترات. فالحجم لما نيجي نحسبه بالنسبة للمتوازن مستطيلات. وهو حاصل ضرب الابعاد التلاتة. لما اضربها بالقلل حسبة يا ولاد هتطلع لكم كم? هتطلع لك يا جنة بيه? الفين مية وستين يا ايمن. اهو. ها متر ها مكعب. حلو اهو. لما اقول متر مكعب. عايز احولها باللتر. اه. اللتر هو عبارة عن الف مليلتر. طيب. انا عايز احول من المتر مكعب الى كام? الى اللتر. يبقى معناها ان انا هضرب الالفين مية وستين ما هو من الكبير للصغير يبقى اضرب. يبقى خطوة التحويل بتحتي بتساوي. خطوة التحويل بتحتي بتساوي. هاخد الالفين مية وستين يا ولاد. هضربها في الف من تحويل من الكبير الى الصغير. هضرب في الف اهو. علشان يطلع باللتر. واللتر نخلي بالنا انه هو هو نفسه اللي هو دي سي متر الايه المكعب. اهو دي سي متر المكعب. اللتر هو دي سي متر الايه المكعب. فبالتالي لما اضرب الفين مية وستين في الف هتديك عبارة عن اربع اصفار ينزلوا اهو. اربع اصفار واحد اتنين تلاتة يا معاذ. والمتين وستاشر في واحد بمتين وستاشر. عند القراءة هنقرأها ونقول اتنين مليون ومية وستين الف. ايه بقى? لتر. يبقى هنكتب هنا ايه? لتر. خطوة التحويل مهمة جدا. مركزين معي انا بتكلم عن حمام السباحة على شكل متوازن مستطيلات وانا حافظة قوانين متوازن مستطيلات بتاعة الحجم. عشان هربطها دلوقتي بالساعة اللي هو الدرس المختص عندنا في شهر نوفمبر اللي هيجينا في الامتحان. فبيقولك الابعاد من الداخل بتاع حمام السباحة اربعين وتلاتين وواحد وتمانية من عشرة. طيب انا دلوقتي لقيهم اللي هو الوحدة بتاعتهم بالايه? بالمتر. لما اجي احل اكتب ايه? القانوني الاول. القانوني بيقول ايه? بيقول لي الحجم بيساوي حاصل ضرب الابعاد الايه? التلاتة. لما يقول لي حاصل ضرب الابعاد التلاتة انا على طول هروح اعمل ايه? هقوله عبارة عن اربعين في تلاتين في ايه? في واحد وتمانية من عشرة طيب وبعدين بعد ما نزلت الكلام ده اهو هضرب بقى 40 في 30 في 81 النتيجة اللي هتطلع تطلع بالمتر المكعب اهي ب2160 متر مكعب والتحويل من المتر المكعب الى اللتر احول من المتر المكعب الى اللتر اذا هعمل ايه من الكبير الى الصغير وهضرب في كام هضرب في 1000 حلوة اوه انا هضرب في 1000 ومركزة معايا وحفظة ان انا ساعة الدرس ده بتعت الساعة عرفت ان اللتر هو عبارة عن الديسيمتر المكعب فلو جبتيب اللتر وحب وحب يا ولاد ان هو يجيبه بالديسيمتر المكعب يقولهم هو اللتر هو نفسه الديسيمتر ايه المكعب يبا عند حصول او التحويل من المتر المكعب الى اللتر يبا ايزا هضرب في 1000 لان تحويله من الوحدة الكبيرة الى الوحدة الازغر فبالتالي الخطوة التانية هنا خطوة التحويل اهي 2160 هاضربها في كام يا شطان هاضربها في pierwszy عفي عليكم هتطلع ب2 مليون ب2 مليون اهو 2 مليون و160 ألف 2 مليون و160 ألف لتر تمام يا أولاد ندخل على السؤال الثالث وهو تحويل لو يقول لي حول كل مما يأتي الى سنتيمترات مكعبة نركز بقى في التحولات هنشوف احنا هنضرب ولا هنقسم هنضرب في حالة التحويل من الكبير الى الصغير يا أيمان وهنقسم لو في حالة التحويل من الصغير الى الكبير يا عم طيب لو اعطاني ده لو اعطاني ده اللي هو 23 لما احنا نعد كده دي جزء من 10 جزء من 100 جزء من 1000 جزء من 100000 يبقى 23 جزء من 100000 متر مكعب عايزي حولها الى سنتيمتر مكعب هقول له تعالى نشوف عايزين سنتيمتر مكعب تمام يبقى معناها ان انا احول من المتر المكعب الاول الى ايوة هضربها في 1000 في الاول ليه عشان احولها المين عشان احولها الى دي سي متر مكعب هضربها في 1000 طيب ومن الدي سي متر مكعب للسنتيمتر مكعب يبقى هضربها في 1000 اخر يبقى اذا هحتاج 1000 اخر فاذا يصبح التحويل هضربه في كم هضربه في مليون يبقى هضرب 23 من 100000 في اللي هو المتر مكعب أضربه في مليون إزاي؟ لأن التحويل عندي من المتر مكعب للسنتيمتر مكعب هيمشي على مرحلتين هضرب في ألف الأول أحاولها للديسيمتر مكعب وأضرب في الألف التانية هتحولها للسنتيمتر مكعب فإذاً هضرب في كام؟ هضرب في مليون فإذاً لما أضرب في مليون يبقى هنزل الست أصفار بتوعي هم نزلتهم وبعدين هكتب 23 واستنى إنت لما تضرب في مليون الفاصلة العشرية اللي كانت موجودة عندك من هنا هتتحرك كم جهة نحية اليمين؟ هتتحرك هتطلع لبرا هتتحرك ست خنات يلا حرك أدي واحد نطة ست ربطات أو أقفل ست قفزات اتنين ثلاثة أربع خمسة محتاجين واحدة هنا يبقى نحط لها إيه؟ صفر يبقى إذاً محتاجين صفر واحد يبقى إذاً أنا همسح بس اللي أنا عملته ده دلوقتي أهو همسحه أهو وهقول الفاصلة العشرية تتحرك جهة اليمين ها كم خطوة؟ ست خطوات طيب أحط هنا أنا عندي ست نقاط أهي ست أصفار ست أصفار تمام وهكتب الثلاثة وعشرين وطبعا كان عندك هنا ثلاث أصفار بين عدهم يبقى معناها أن الفاصلة العشرية بعد ست يبقى إحنا هنحرط الفاصلة العشرية ست خنات للأمام أهي هنطل ست قفزات للأمام يبقى إحنا محتاجين صفر واحد فقط فالفاصلة العشرية هتتحط هنا في الحتة دي فتصبح النتيجة متين وتلاتين سنتيمتر ها سنتيمتر إيه مكعب تمام حلوة أوه طيب فيه كمان عندي دلوقتي يبقى أنا دلوقتي لما ضربت في المليون حركت الفاصلة العشرية تلات خنات نحية اليمين فبالتالي محتاجة صفر واحد همسح بقى الزيادة ده كده يبقى أنا كده معناها أن أنا عندي النتيجة كام متين وتلاتين متين وكام وتلاتين أهي تمام طيب أنا عايزة أشوفها أشوفها إزاي هقولك هنضربها في مليون طيب إزاي يا ميس أهو هنعيدها تاني هضربها في مليون أهي تلاتة وعشرين من مائة ألف هضربها في مليون يبقى أنا محتاجة كم خطوة في الأمام محتاجة أن أنا أحرك الفصلة العشرية ست خطوات فبتتحرك فعلا ست خطوات للأمام فتصبح متين وتلاتين تصبح متين وتلاتين يبقى نحط الفصلة العشرية وبعد كده منعد اللي هي الفصلة العشرية تتحرك يعني من نزل الأصفال زي ما أنا علمتك دلوقتي وبعدين نحط الفصلة العشان نشوفها تتحرك كم خانة للأمام وامسح الزيادة طيب عندي السؤال اللي بعده بيقول لي خمسة وسبعين ألف مليمتر مكعم الخمسة وسبعين ألف مليمتر مكعب عايزة حولها إلى سنتيمتر ايه مكعب معايا يا عم بيقول لي بقى هنا المليمتر مكعب ده هل الوحدة دي صغيرة ولا كبيرة الوحدة دي صغيرة فبالتالي السنتيمتر المكعب أكبر منها وعند التحويل من الصغير إلى الكبير معناها أن أنا هعمل عملية ايه هعمل عملية اسنا طيب الخطوة دي من المليمتر المكعب مباشرة إلى السنتيمتر المكعب الأكبر منها يبقى إذن هنقسم هنقسم على كام؟ هنقسم على ألف يلا يشطال نقسم على ألف ممتازين وبعدين هقوله إن أنا هنا هنحزف أصفار هنا هنحزف ثلاثة وهنا هنحزف ثلاثة في حالة القسمة ممكن نحزف الأصفار الموجودة من نحية دي ومن نحية دي بثلاث أصفار تحزفوا مع ثلاث أصفار يبقى إذن هينزل لعدد كام؟ هينزل 75 ملي متر مكعب أهو هنزل 75 سنتيمتر مكعب أنا كده حولتها أو الأصفار الثلاثة هيتطيروا أو هيتحزفوا عشان عند القسمة منحزف الأصفار فيصبح الناتج 75 سنتيمتر مكعب طيب لو أنا عطيتك مسألة تانية 619 ملي لتر عايزين نحولها إلى سنتيمتر مكعب سؤال الملي لتر هو عبارة عن إيه؟ هو نفسه سنتيمتر مكعب يعني إيه يا ميس؟ يعني أنا أقدر أقول هنا إن 619 ملي لتر هو نفسه وحدته اللي هو السنتيمتر المكعب هو نفسه وحدة السنتيمتر إيه؟ المكعب هو نفسه وحدة السنتيمتر المكعب يعني بمعنى إنها تنزل 619 ها سنتيمتر إيه؟ مكعب يبقى إحنا نفهم من هنا إن الملي لتر هو نفسه السنتيمتر إيه؟ المكعب فبالتالي نزلتها 619 سنتيمتر مكعب حلو كده؟ طيب أهو نعدها تاني عشان الناس اللي استدخلها الحصة تمام؟ بنقول عندي 619 ملي لتر عايزة حولها للسنتيمتر المكعب وهو نفس الوحدة في الحجوم أهو هينزل 619 سنتيمتر مكعب ناخد بنا عند الضرب لما بنزود أصفر فالفصلة العشرية تتحرك جهة اليمين زي ما احنا تحركنا في أول وحدة لما جينا من ملي متر مكعب عشان نحولها للسنتيمتر مكعب فقمنا أسمنا للوحدة الصغيرة عشان نحولها للوحدة الكبيرة أسمنا على ألف عشان نحولها وعندي وحدة الملي لتر اللي أنا اكتشفته واللي أنا أعرفته واللي أنا درسته إن الملي لتر هو نفسه السنتيمتر المكعب فنزل العدد كما هو إن هنا 619 سنتيمتر مكعب هي نفسها 619 ملي لتر تمام؟ أحسنتم يا أولاد تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده بيقول لي علبة حليب ساعتها 3 لتر علبة الحليب ساعتها كام لتر؟ 3 لتر علبة أخرى ساعتها 300 ملي لتر كم علبة من النوع؟ خلي بالك مستؤال كم علبة من النوع الثاني؟ نحتاجها لتسع عبوة العلبة الأولى تماما يعني عندي علبة كبيرة بتلتة لتر دي ساعتها تلتة لتر وعندي علبة يعني تانية ساعتها 300 ملي لتر يضطر كم علبة من النوع الثاني أقدر أفضرها أو أملى بيها العبوة أم تلتة لتر فكم علبة من النوع الثاني نحتاجها لتسع عبوة العلبة الأولى تماما أولا الوحدات مختلفة فلازم واحدة تتحول للتانية فهنقول التلتة لتر من الكبير إلى الصغير يبقى التلتة لتر دي هضربها في كم عشان أحولها للملي لتر أيوة هضربها في ألف لتر في ألف ملي لتر يبقى هحول من تلاتة لتر إلى ملي لتر يبقى إذن خطوة التحويل بتاعتي هقوله أن التلاتة لتر تلاتة لتر هتساوي هضرب تلاتة في ألف هضرب تلاتة في ألف حل معايا عشان ايه تعرف النتيجة هتطلع ازاي يبقى أنا كده عملت التحويل يبقى بتلاتة في ألف يبقى بتلات تلاف ميلي لتر ميم لام لام يعني تلات تلاف ميلي لتر طيب أنا عايزة أعرف كم عدد العلب اللي من النوع التاني يبقى عايزين عدد وأنا أعلمتك في العدد لما تحب تجيب العدد أبقول عدد العلب المطلوبة عدد العلب يساوي بعمل شرطة كاسة طويلة وبقول ساعة العلبة الكبيرة هقول الساعة بتاعة العلبة الكبيرة ساعة الكبيرة أهو على ساعة الصغير على ساعة الصغير اللي هي العلبة الصغيرة اللي هي كم اللي هي تلتبي أهو حلو أعملها إزاي أحسبها إزاي أنا حسابة طلحت النتيجة بتلات تلاف ميلي لتر أهو آدي 3000 وهو الساعة الأولى يا عم على 300 يا أيمن تمام وهنبتدي نقسم هيطلعوا كم علبة هنشوف هنطير أو هنحزف صفرين مع صفرين حذفناهم إذن 30 على 3 فيها كم علبة فيها 10 علب يبقى كم علبة من النوع التاني 9 عبوة العلبة الأولى 10 علب تمام كده سهل المسألة يبقى أنا أول خطوة عندي هي خطوة التحويل منين لفين من اللتر إلى المليلتر عشان تبقى وحدة واحدة يا جنة ماشي يا ريمة طيب تعالوا نشوفها تاني بيقولك هنا أنا عايزة أجيب عدد العلب التي تسع اللي هي العبوة الكبيرة أو الأولى هيعملها إزاي هنجيب خطوة التحويل أول شيء أهو نزلت خطوة التحويل وبعدين بقولك 3 في ألف 3000 مليلتر شطار طيب عايزين نعمل بقى عدد العلب بيقوله عدد العلب المطلوبة يساوي سعة اللي هي العلبة الكبيرة أو سعة العلبة اللي هي الأولى على سعة العلبة الصغيرة وتصبح 3000 على 300 فإذا هايطلع بكامت أهو أدي صفرين هيتحسفه هنحزف الصفرين دون هيتبقى لي صفر يبقى 30 على 13 على 10 يلا بينا نشوف المسألة اللي بعد كده المسألة اللي بعد كده يا عالية بيقولي وعاق به 15 لتر من العسل يرد تفرغها في زجاجات صغيرة سعة كل منها 300 سنتيمتر مكعب احسب عدد الزجاجات اللازمة لذلك برضو عندي هنا الوحدات لو لاحظنا عبارة عن لتر وعبارة عن سنتيمتر مكعب تمام حلو يبقى أنا المفروض أن أنا أحاول بالخطوة الأولى تحويل عشان ده احنا في إيه درس استيع فإذا أحاول عشان أعرف أجيبهم هما الاتنين ونفس الوحدة وأقدر أجيب عدد الزجاجات اللازمة يبقى أنا لما هقول هقول 15 لتر اللي عندي أنا عايزة أحاوله زي ما عملنا دلوقتي في التلاتة لتر حولناها للملي لتر الخمستاشر لتر عشان أحولها للسنتيمتر مكعب ما هي عبارة عن الملي لتر ما السنتيمتر مكعب هو السنتيمتر المكعب هو عبارة عن الملي لتر برض أهو ما هما الوحدتين دون متساويه هو الملي لتر فإذا هضرب الخمستاشر في كامية شطار هضربها يا معاز في ألف ممتاز أهو أضربها في ألف بأول خطوة عندي يا شطار أضربها في ألف طب الخمستاشر لما أضربها في ألف تطلع بخمستاشر ألف برفو عليكم تساب إني في الحل على فكرة آه دي 15 ألفية عالية يبقى إيه 15 ألف سنتيمتر إيه مكعب بعد ما جبت ساعة الزجاجة أو الوعاء الكبير ب15 ألف قال لك الزجاجات الصغيرة ساعتها 300 سنتيمتر مكعب خلاص أنا وصلت دي وحولتها إذن هجيب العدد يبقى هجيب عدد الزجاجات عدد الزجاجات أكتب عدد الزجاجات كده نفس طريقة المسألة اللي هي عدت علينا دلوقتي عدد الزجاجات يساوي آه أعمل شرطة كاسة كبيرة واعمل إيه واضرب واقسم إليه أقسم إليه 15 ألف على 300 يبقى هقسم الساعة الكبيرة على الساعة الصغيرة يبقى هقسم 15 ألف أهو معايا يا عم أهو 15 ألف على كام على 300 يا محمد تمام وهروح يجانا هنحزف صفرين ومعاهم صفرين تمام ولما أجأ اسم أقول 13 على الثلاثة يبقى فيها الخمسة صفر على الثلاثة فيها الصف إذا تصبح كم زجاجة تصبح خمسين زجاجة يا ميسي يعني أنا كل ما يجيني وحدتين مختلفتين لازم أحول للوحدة التانية الأصغر فبدرب اللت في الوحدة المطلوبة مني عشان أجيبها بنفس الطريقة اللي هو عايزة بتاعت الوحدة الصغيرة فضربنا من 15 في ألف فطلعت ب15 ألف لما جيت بعدها عدد الزجاجات خدت الكبير على الصغيرة أهو يعني بقول كده لما أجي أحلها بقول أنا هجيب وحول الأول الوحدة الكبيرة إلى الوحدة الصغيرة هحول من 15 لت يبقى بالضرب في ألف يبقى أنا هضرب في كم يا شطار هضرب في ألف أهي حجم العسل بالسنتيمتر المكعب ضربت 15 في الألف طلعت ب15 ألف سنتيمتر مكعب لما حب أجيب العدد هقول له عدد الزجاجات يبقى 15 ألف عدد تلتمية يطلع لفيهم فعلا 50 زجاجة 50 أية شطار 50 زجاجة طيب لو أنا جيت أعطيتك مثال على مكعب من الجبن طول حرفه 15 سنتيمتر خلصنا كده إحنا كده اشتغلنا على 16 شوية دلوقتي دخلنا على المكعب نخلي بالنا مكعب من الجبن طول حرفه 15 سنتيمتر يرى التقسيم إلى مكعبات صغيرة طول حرفها 3 سنتيمتر لتقدمها ضمن إحدى الوجبات احسب عدد مكعبات الجبن الصغيرة الناتجة فأنا عملت إيه؟ رحت قلت له أنا عندي دلوقتي طول الحرف بتاع المكعب الجبنة الكبيرة بيكون عبارة عن 15 طيب خدنا حجم المكعب الأصلي في القانون بتاعنا خدنا طبعا قلنا الأحرف متساوية والأوجه متساوية ومربعة فإذا معناها إن أنا هجيب طول الحرف في نفسه في نفسه ده قانون حجم المكعب يبقى أول حاجة هقول حجم إيه؟ الجبن الكبير أو حجم المكعب الكبير هقول حجم المكعب طيب حجم المكعب بيساوي هيساوي إيه؟ هيساوي 15 في 15 في 15 أنا هعمل أهي؟ هوري هالك يبقى 15 في 15 في 15 تمام؟ أهي؟ تمام؟ حجم المكعب الكبير 15 في 15 في 15 تلت مرات يعني هيطلعوا بكامب الألة الحزبة برافو عليكم هيطلع ب3375 سنتيمتر إيه؟ مكعب حلو أنا جيت حجم المكعب الكبير يبقى هروح أجيب له حجم المكعب الصغير على فكرة دي طريقة حل أخرى في طريقة تانية اللي احنا بنحل بيها ودي طريقة من اللي احنا قلناها برضو في حصتنا فأنا بقول لك على الطريقتين عشان يبقى الطريقة صحيحة قدامك الحل مرتاح لك عندي حلين حل أولا حجم المكعب الكبير ضربت الحرف في نفسه في نفسه يا معاذ والتاني هجيب حجم المكعب الصغير اللي هو حرفه 3 سنتيمتر يبقى أقول 3 في 3 في 3 يطلع ب27 سنتيمتر مكعب بعد ما جيت حجم الكبير وحجم الصغير هقول له هنا عدد المكعبات يساوي 3375 على 27 هيطلع لي كام عدد المكعبات ثلاث أنا على جنب هوضح لك الطريقة التانية اللي احنا بنحل بيها في كل المسائل شايفين أنا عامل ايه هنا اهو ده اللي احنا شرحنا دلوقتي في المسألة اللي عدت طيب تمام أنا هعمل ايه هقول له العدد على طول يبقى هقول له عدد عدد المكعبات انتو عايزين عدد المكعبات ما الوحدات المتحدة الوحدات خلاص مش هحول ولا حاجة هي نفس الوحدة حلو لما جيب عدد المكعبات بقسم الحجم الكبير على الحجم الصغير بقسم الحجم الكبير على الحجم الصغير ما ليش هو هنا 3375 على 27 هتطلع ب125 هتطلع ب125 ده الحل الصحيح يبقى 125 مكعب 125 ايه مكعب اهو ثواني تمام اهو دي عدد المكعبات هتطلع ب125 ومش بتلاتة هتطلع ب125 مكعب 125 مكعب اهو انا بس هزلالة كده تبقى دي 125 ايه مكعب يشطات ها برافو عليكم تعالوا نكمل حلنا اللي انا بقول لك عليه عدد المكعبات ده محل آخر حل ايه آخر اهو بنفس الطريقة اللي احنا كنا منحل بها المسألة اللي فاتت يشطات مركزين معايا هعمل شرطة كسر ايه كبيرة احنا عايزين حجم مين عايزين حجم المكعب الكبير يبقى هضرب على شرطة كسر واحدة هضرب 15 ها في 15 في 15 برافو عليكم ها تمام كده حلو يا جنة هنقسم على حجم المكعب الصغير هتجيبوا الحجب بتاعه اللي هو المكعبات الصغيرة اللي تتحطيلي في الطبق وانا في المطعم هنكتب كام هنكتب كام هنكتب تلاتة جيب لها الحجم بتاعه في تلاتة في تلاتة برافو عليكم اهو هلو كده وبعدين نختصر تلاتة على تلاتة فيها الواحد خمستاشر على تلاتة فيها الكام فيها الخمسة وبنفس الطريقة تلاتة على تلاتة فيها الواحد وخمستاشر على تلاتة فيها الكام فيها الخمسة تلاتة على تلاتة فيها الواحد وخمستاشر على تلاتة فيها الخمسة وبالفعل هيطلع خمسة في خمسة في خمسة يبقى تطلع بمية وخمسة وعشرين مكعب جبن صغير مكعب اكتب كده مية خمسة وعشرين مكعب اهو جبن صغير اهو مكعب جبن يبقى انا حلتها حل اول واحدة واحدة خطرة الحجم جبتها اللي هي حجم المكعب الكبير بعدين جبت له خطرة حجم المكعب الصغير وبعدين اسمت الكبير على الصغير فبالتالي عطاني عدد المكعبات من الجبن الصغير الطريقة اللي احنا بنحل بيها دايما واللي انا بيشجعها ان احنا بنعمل شرطة كسر واحدة واحط اللي هو الحجم فوره بحسبه وبضرب الضلع في نفسه في نفسه او الحرف في نفسه في نفسه زيما عملت على شرطة كسر واحدة واسمت على طول الحرف للمكعب الصغير 3 في 3 في 3 فطلعت بالتالي 125 مكعب ايه جبن ها كده تمام ممتازين يبقى انا كده عرفت ان انا احل المسألة بطريطين واللي انت سهل عليك حل بيه في الامتحان وهم الخطوات تكون صحيح ندخل على السؤال التاني السؤال التاني بيقولك اكمل انا دايما متعودة معاكم واحنا بنحل سؤال اكمل كأني بحل سؤال مقالي مرحش احطي اجابة وخلاص فبيقولك هنا اكمل ما يأتي اذا كانت الاعداد 4 والسين و12 و18 متناسبة فان قيمة سين التناسب جاي معنا في امتحان الشهر ده التناسب جاي معنا في امتحان الشهر ده فلما اجي حل المسألة التناسب لازم اعملها ازاي اكتبك الحد الاول مين 4 الحد الاول مين 4 الحد التاني مين اكتب سين اهو علمتك كده في حصة التناسب وروحنا عملنا شرط تكاسب نحط تانية واكتب الحد التانت فوق 12 على 18 حلو وفي حلين هنا اركز مع واحد فيهم او نحل الاتنين ما فيش اي مشكلة هنا اول طريقة هتلاقيها بتقول اعمل ايه اعمل عملية مقص حلو في ناس بترد عليها على طول اهو انا سامعك يا معايز بتقول هنعمل عملية مقص تمام يا محمد لما اعمل عملية مقص هقول له النسيب بتساوي السين هناخدها في طرف لوحدها وهقول له الطرفين اللي هما طرفين في وسطين اللي 4 في 18 فوق ادي الطرفين اهو 4 في 18 على الوسط اللي هو كام على 12 اللي هو اللي انضرب في السين بكتبه دايما تحت في المقام واقسم عادي هقول ال 12 على ال 12 اللي هي 12 على ال 4 فيها ال 3 وهقول على ال 4 فيها ال 1 3 على 3 فيها ال 1 18 على 3 فيها ال 6 فاذا سين تصبح بكم اذا سين تصبح ب 6 دي طريقة الحل الاخر هكتب هنا حل اخر حل اخر اهو الحل الاخر بيتحل ازاي هقول له انت قلتلي 4 على سين هكتب بنفس الطريقة بتساوي 12 على 18 تمام انا شايف الناس بتحل معي على 18 غير اللون هقول له انا هشوف مين الحدود الكاملة البسط هو اللي كامل اللي 4 الحد الاول يقابلها 12 فهشوف اللي 4 هي زادت ولا نقصيت اللي 4 زادت وعند الزيادة معناها ان انا ضربت ضربت في كام يا شطار ضربت فيه 3 حلوة قوي وبالتالي عشان اجيب السين تحت يبقى ال 18 دي معناها ان انا جبتها ازاي معناها ان انا قسمتها على 3 او ابدأ من ال 12 واروح لل 4 اهو نعدل السه نعدل السه علشان الناس تركز علشان الناس تركز اهو تمام يبقى انا عندي اقول ال 12 على 18 الحد الكامل كان فوق ال 12 اصبحت 4 ال 12 اصبحت 4 يبقى انا اسمت على كام على 3 وبالتالي ال 18 ايضا تتقسم على كام في المقام هتتقسم على 3 فلما اسمع 3 اذا سين تصبح بكام اذا سين تصبح ب6 اذا سين تصبح ب6 قدامك حلين واللي صح عليك او اللي اسهل عليك حل بي انا همسح ده وهنشوف الاجابة مرة اخرى عدة تاني بنقول اذا كانت الاعداد 4 وسين و12 و18 اعداد متناسبة فاوجد قيمة ايه اوجد قيمة سين اهي بيبقى اربع على سين زي ما قسمتها معك دلوقتي الحد الاول على الحد التاني ورحت حلتها لك بطريقة المقص فتصبح سين بكام تصبح سين ب6 لما يقسم ههو هيديك سين ب6 تمام هكتب لك ال6 الناحية التانية عشان يبقى الحل التاني اصابك برضو امسح الجزء ده اللي انا عملته ثواني اهو انها موجودة برضو تطلع بكام هتطلع ب6 يبقى انا عندي سين هنا في الحل الاخر هتديك برضو كام 6 انا حلت لك المسألة كم طريقة بطريتين يتعملها بالمقص يتعملها بالحد النقص وتشوف انت هتضرب ولا هتسن كمان كده يا ولاد تعال هنشوف يا معايز المسألة اللي عليها الدور قيمة العدد سين فيما يلي عايزين قيمة العدد سين فيما يلي يعني ايه يعني احلها برضو بنفس الطريقة انا عايزة 4 ال 11 بتساوي سين الى 55 طب اكتبها ازاي انا عندي 4 ال 11 يعني اعملها بالطريقة دي يبقى ال 4 هي الحد الاول على 11 بحولها الى نسبة بشكل البسط والمقام واقول السين هي الحد الثالث اهو غيرت لك مكانها وهنا 55 عشان اجيب السين عشان انا اجيب السين اروح اقول له يتحلها براحتك اللي انت عايزة احنا هنعملها بالمقاص دلوقتي هغير بس اللون هعملها بالمقاص تمام اهو ولما حل المقاص بعيزا 4 55 هتبقى فوق الطرفين فوق 4 في 55 على الوسطين اللي هو السين هتبقى لوحدها ونقسم على 11 لما اسم على 11 هقول 11 على 11 فيها الواحد 55 على 11 فيها 5 فتصبح 4 في 5 بكام 20 المسألة دي تحلت بالمقاص وممكن تتحل بالاقواس ونشوف مين اللي هتقسم ومين اللي هينضل نقولها تاني لنقول هنقول 4 على 11 بنحول ها الى مسألة نسبة في شكل بسط ومقام اهي 4 على 11 بتساوي لي سين على 55 وعملت عملية المقاص ونزلت قلت سين بتساوي 55 على 11 فتصبح 5 في 4 بكام 20 طيب يا مست ممكن نحن لها بالطريقة التانية اهو نكتب كده حل اخر احنا في المراجعة لازم نقول كل حاجة علشان الناس تعرف تدريس كويس المفهوم المفاهيم اللي عندها هقول 4 على 11 اهو بنفس الطريقة 4 على 11 دي 11 تمام وبتساوي السين على كام على 55 وارح اقول له تعالا معايا هغير اللون بس وهقول انا عندي ال4 بايت سين وعندي ال11 بايت 55 يعني ال11 من هنا لهنا زادت وعند الزيادة هضرب هضرب في كام في 5 حلو اللي 4 لازم برضو تزيد زي ما ضربت تحت في 5 اذا هضرب في 5 هضرب برضو في 5 عشان اجيب نسب متساوية ممتازين تمام يا يارا هعمل يبقى يا علي يبقى اقول السين لما انضربت اللي 4 في 5 اصبحت السين بكام اصبحت السين بعشرين كم طرية حلتهم لك بيهم حلت لك بتاريتين واللي اسهل عليه حل بي يلا نشوف السؤال اللي بعد كده السؤال اللي بعد كده بيقول عندي طبعة كمبيوتر تطبع 80 ورقة في 5 دقائق فان الزمن اللازم لتطبع 320 ورقة هو انا هنا معناها ان انا عايزة اوجد اللي هي السين برضو يبقى هكتب كام على كام هكتب 80 ورقة على 5 اهو ادي الطبعة موجودة هكتب 80 على 5 الحد الاول 80 على الحد التاني 5 دقائق هيساوي 320 على السين هعمل عمل عملية ايه شطار هعمل عملية المقص حلو اهو هعمل لك انا المقص تمام سين وهو الزمن اللازم يعني هضرب 5 320 على كام على 80 لما اجي هنا اقسم تمام لما اجي اقسم هنا اهو هنضيع الصف مع الصف وتمانية على 8 فيها الواحد و32 على 8 فيها كام 4 يصبح الزمن بتاعي اللي هو السين اللي نقصني فيها او الحد اللي نقص فيها هتطلع ب20 5 ف4 بكام 20 دقيق دي مسألة من المسائل اللي هي يعني بتبقى حلوة في الانتحانات طيب ندخل على المسألة اللي بعدها تكتب سكرتيرا بمكتب فيه هنا سكرتيرا في مكتب بتكتب ب320 سطر خلال 4 ساعات فإن معدل ما تكتبه السكرتيرا عايزين معدل كنت جايبهولك في السؤال أول أجب السؤال الثاني هنا أكمل هتعمل ازاي هنقول هنقول 320 سطر على 4 ساعات في شكل ايه في شكل شرطة كسر فيه ناس هتقول يا ميس ده إعداد زوجية أهو ممكن نسم على 2 وممكن نسم على 4 لو عيسامنا على 2 هنسم ثاني على 2 فبالتالي هنسم على 4 مرة واحدة لما نسم على 4 هيبقى 80 على 1 ساعة هيبقى 80 سطر على 1 ساعة هل يطر أسيب الإجابة كده لأ الإجابة بتحت المعدل لازم أشيل شرطة الكسر وعملها شرطة مائلة عشان يبقى ده اسمه المعدل فبنكتب 80 سطر لكل ساعة 80 سطر لكل إيه ساعة يبقى الإجابة بالشكل إيه ده ها تمام اتفقنا عاليا يلا نشوف يا محمد السؤال اللي بعد كده يصرف حسن 45 جنيه في 3 أيام فإن معدل ما يصرفه حسن في اليوم الواحد هو أنا عايزة دلوقتي حسن بيقول لي 45 جنيه بيصرفه في 3 أيام عايزين في اليوم الواحد يعني عايز المعدل والمعدل ينكتب إزاي هكتب 45 جنيه فوق وعلى 3 أيام وهنسم على 3 بسط ومقام أهو معدل ما يصرفه حسن يساوي هاسم 45 على 3 بسط ومقام أهو 45 جنيه على 3 أيام العام مشترك الأكبر بتاعهم 3 هنسم على 3 فوق ونسم على 3 تحت لما هاسم 45 على 3 يبقى فيها 15 جنيه لكل يوم يبقى كل يوم بيصرف 15 جنيه أهو يبقى على 3 يبقى فيها 15 جنيه في اليوم الواحد وأروح أكتبها بشكل المعدل وهي الشرطة المائلة لعلامة اللي هي شرطة الكسر دي نعملها بعلامة مائلة اللي هي الشرطة مائلة يبقى 15 جنيه وتقرأ 15 جنيه لكل يوم 15 جنيه لكل يوم كده أنا جبت مين جبت المعدل برافو عليكم تعال معي يا معاذ انت وريمة وتعال نشوف السؤال عليه الدور يا جنة مكعب مجموع أطوال أحرفه آه بيتكلم على المكعب مجموع أطوال أحرفه 132 سنتيمترة فإن حجمه آه نعمل إيه احنا نفتكر مع بعضنا المكعب ليه كم وجه له 6 ليه كم حرف ليه 12 ليه كم رأس ليه 8 رؤوس ليه 8 رؤوس هو بيتكلم دلوقتي في مجموع أطوال الأحرف وأنا علمتك في حصة محجم المكعب إنه لما يديني مجموع أطوال الأحرف يا عالية بنقسم 132 إيه على 12 يبقى أنا عشان أجيب طول الحرف الواحد يا معاذ هقول طول الحرف هاسم 132 يا عالية على 12 يبقى مجموع الأحرف على 12 ده الكلام اللي قلته في حصة حجم المكعب أحسنتم جميعا طيب دلوقتي لما أقسم هاسم 132 على 12 يبقى فيها لحجمه يا شاطر أي وقت أجيب حجمه إزاي هقول طول الضلع في طول الضلع في طول الضلع أو طول الضلع في نفسه في نفسه اللي هي لام في لام في لام يبقى هضرب الحداشر دي كم مرة عشان أجيب حجم المكعب هضربها تلات مرات يبقى حجم المكعب بيساوي لام في لام في لام يساوي 11 في 11 في 11 بتطلع 1331 سمتيمتر المكعب. نقول تاني. لما يقول لي مجموعة طوال احرف للمكعب بروح اقسم المجموعة الاحرف على 12 زي ما انا اسمت كده. هو اعطت 132. هاسمه على 12. يطلع الحرف بكام? يطلع الحرف ب11. فاذا الحجم المكعب يساوي لام في لام في لام. يعني هضرب 11 في 11 في 11. بيطلع 1331 يا شطار. يلا يا ايمن نشوف السؤال بعد كده يا جن. السؤال التالت اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين. عطتك اسئلة اجب وهي اسئلة مقالية. عطتك سؤال اكمل وده من الاسئلة المتوقعة والسؤال التالت وهو اختر الاجابة الصحيحة زي الامتحان بتاع شهر اكتوبر. تعال نشوف السؤال الاول بيقول لي ايه? 65 لترة. فيهم كم ديسي متر مكعب? اغير بس اللون بتاع الالم. بقول لك هنا عايزة احول من 65 لترة لمين? لديسي متر مكعب. الشاطر ومركز معايا هيقرد على طوله يقول لي اللترة هو نفسه مين يا شطار? هو نفسه ديسي متر المكعب. فاذا 65 لترة ده يا طرأ اي الاختيار من الاختيارات دي صحيحة? طبعا هو الاختيار الاول. مين هو الاختيار الاول? اللي هو 65. ليه يا ميس? عشان اللترة هو نفسه ديسي متر الايه? المكعب. ما شاء الله عليكم. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده? السؤال اللي بعده بيقول لي عدد اوجه المكعب. لست كنا بنقول دلوقتي ان اوجه المكعب عبارة عن 6 اوجه والاحرف 12 والرؤوس 8. والاوجه بتاعتنا متساوية وهي على شكل مربع. فعدد الاوجه كام? برافو. يبقى انا هكتب كام? هختار 6. هختار مين? هختار 6. يبقى اذا هكتب عن نقطة 6 اهو هختار وحوض بس تحت. يلا نشوف السؤال رقم 3 في الاختيار. اذا كانت الاعداد خمسة وتمانية وخمستاشر وسين متنسبة فان السين تساوي. دي لازم احلها بايدي. هقول خمسة لحد الاول على تمانية. زي ما حلنا مسائل التناسب دلوقتي. وجبنا السين اللي هي المجهول. يبقى خمستاشر على السين يا محمد. واعمل عملية مقص. وهقول ان انا هجيب السين بتساوي. هقول له السين تساوي. جنبها كده. هدرب تمانية في خمستاشر. اهي تمانية في خمستاشر. تمانية في خمستاشر على خمسة. برافو. خمسة على الخمسة فيها الكام. الواحد. خمستاشر على الخمسة فيها الكامر شطار فيها التلاتة. اذا سين تس بحكام. السين تس بحكام. تمانية في تلاتة باربعة وعشرين. يبقى الاجابة بتاعتي هتبقى نختار كام. هنختار اربعة وعشرين. يلا بينا يا عم. نشوف اللي بعد كده. الجملة اللي بعد كده اللي هو السؤال الرابع مكعب محيط قعدته 36 سنتيمتر فإن حجمه يساوي كم سنتيمتر مكعب هنشوف أنا عندي محيط القعدة ما معنى محيط القعدة يعني محيط الوجه يعني محيط المربع فمحيط المربع موجود كله طب هو المحيط بيساوي ايه محيط المربع بيساوي طول الضلع فاربع انت عندك المحيط هنجيب طول الضلع ازاي يبقى هقوله طول الضلع الأول يبقى أنا هكتب كده طول الضلع أنا عايزة أحلها. فبالتالي لازم تتحلوا قدامي طول الضلع يساوي طول الضلع يساوي أهو. هنقول 36 بدل ما كنا بنقول طول الضلع في 4 ده أنا هاسم المحيط على الضلع على 4 أضلار يديك الضلع الواحد بكام بتسعة سنتيمتر طيب يبقى الحجم بتاعي بتاع المكعب الحجم يساوي التسعة تنضرب كم مرة في بعض يبقى هنقول التسعة في الآلة الحاسبة يلا على الآلة تسعة في تسعة في تسعة هتطلع بكام هتطلع بسبعمية تسعة وعشرين يا ريمة صح يا عليا. يبقى أنا هختار سبعمية تسعة وإيه وعشرين يبقى أنا هنا لما عمل لي الأعداد وقال لي حلها بشكل متناسب أو الأعداد متناسبة طلحت النتيجة بتاعتي بشكل المقص وطلعت باربعة وعشرين حلو. وعندي مكعب محيط قعدته 36 سنتيمتر فإن حجمه قدرت أجيب من محيط القعدة وهو محيط المربع الوجه المربع بتاعي قدرت أقسمه على الأربع جبل طول الضلع أقول له أعمل إيه يبقى الحجم عبارة عن تسعة في تسعة في تسعة ثلاث مرات يديك سبعمية تسعة وإيه سبعمية تسعة وعشرين وإلى هنا قد انتهينا من حرقاتنا اليوم وكنا تعلمنا مع بعض حجم المكعب وحلينا تطبيقات متنوعة التناسب وخواص التناسب وكمان حلينا مسائل متنوعة على السعر وحلينا مسائل متنوعة على المعدل وكان معكم الأستاذ عبيل حسني أحمد على أمل اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله مع السلامة حبيبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته